جولة مليئة بالألوان يحظى بها زوار معرض الزهور والذي يقام هذا العام في المتحف الزراعي الخاص بتوفيق ذاكرة مصر الزراعية ما يتيح لزائرين فرصة للتعرف على أصناف متنوعة من نباتات الزينة والزهور لاقتنائها معرض طبعا جميل أنا جاي زين البيت شوية عندي بعض الزينة لكن جيت قلت ممكن ألاقي حاجات برضو جميلة ممكن نضيفها للبيت حيث برضو جدي لكن انطباع طبعا لطيف جدا المكان جميل وفي أشياء حلوة وأصعار برضو أعتبر معقولة جدا نسخة هذا العام انطلقت تحت شعار مئة مليون شجرة يقدمها نحو مئتي عارض من منتج نباتات الزينة والزهور والبساتين وتتوفر خلاله أنواع مختلفة من الأشجار منها الخشبية والمثمرة وحتى أشجار زينة بأسعار مناسبة بنقدم السنة دي للسادة الزوار حاجات طبيعية من الخضروات إنه هو ممكن يزرع حاجة دي في البلكونة عنده يأكل منها حاجات ما فيهاش كيمويات وهو يزرعها بإيده إحنا هنا بنقدم موارد صناعي علشان ندي بهجة للبيت وندخل السرور على ست البيت وتحطه في البلكونة أو داخلي ويبقى شكله جميل زي الطبيعي بالظبط وعلى مدى 45 يوما يحظى زوار معرض الزهور بفرصة للتعرف على أنواع نادرة وفريدة من نباتات الزينة إضافة للشتلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي حيث تضم الدورة الحالية 15 ألف صنف من الزهور والنباتات جاية بصحبة جيراني علشان يعني برضو أشجعهم إزاي يبتدوا بداية إزاي يزرعوا بلكونتهم إزاي يزرعوا الأسطح اللي عندهم إزاي يخلوا المكان جمالي يعني يكون يعني شيك كده وحلو بألوانه المبهجة من جو المدينة الخانق إلى عبق الطبيعة الساحر حيث تتلون الحياة بالبهجة ممزوجة بألوان الزهور في هذا المعرض الذي تستهدف وزارة الزراع أن يصل عدد الزائرين فيه لأكثر من مليون ونصف المليون زائر زهور ونباتات وأشجار على مد البصر هنا في معرض الزهور معرض حافظ على وجوده لتسعين عاما عرض خلالها آلاف الأنواع من النباتات التي لا تزال تستقطب الكثيرين محمد خالد المشهد القاهرة